لليوم الرابع على التوالي وصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس أنواب لدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس واستمعت اللجنة إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية كما استمعت اللجنة إلى الجزء الثاني من الاجتماعات لوزراء التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشباب والرياضة وأكد رئيس اللجنة الخاصة أحمد سعد الدين على أهمية مدار من نقاشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة مؤكدا على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين